بعد عدة أسابيع من التوتر اتفاق بين الخرطوم وجوبة للاعتراف بأبي منطقة منزوعة السلاح الحكومة السودانية من جانبها أكدت أنها راضية عن الاتفاق الذي تم في العاصمة الإثيوبية أديسابابا وقال مسؤول ملف أبي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن الخرطوم تشعر بالرضى عن هذا الاتفاق لأنه لب العديد من رغباتها وأولها أن المنطقة ستبقى ضمن الأراضي التابعة للشمال ضمن حدود عام 1956 كما أن قوات الجيش الشعبي ستكون في جنوب السودان على المستوى الدولي لقى الاتفاق ترحيبا واسعا حيث أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه للاتفاق الذي توصل إليه الطرفان وهو الأمر الذي انعكس في كلمات أغلب ممثلي الدول الأعضاء نقدر بكل المعيني الجهود التي بذبها الرئيس تابون بيكي واللجنة العليا التابعة للاتحاد الإفريقي لمساعدة أطراف التفاوض على الوصول إلى الاتفاق ويختلف شمال السودان وجنوبه حول منطقة أبيه والتي كان من المقرر أن يجري فيها استفتاء حول الانضمام إلى أي من الشمال أو الجنوب بشكل متزامن مع استفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي أجري قبل خمسة أشهر لكن استفتاء أبيه أجل لخلافات بين الشمال والجنوب حول من يحق له التصويت وتصر الخرطوم على مشاركة قبيلة المسيرية العربية في الاستفتاء بينما تعتقد جوبا أن الاستفتاء يجب أن يقتصر على قبيلة دينجا أنجوك الإفريقية ومن المقرر أن يتم بموجب الاتفاق إنشاء إدارة مدنية جديدة من أربعة أشخاص اثنان منهم يمثلان الخرطوم ومثلهما لتمثيل جوبا ويتم انسحاب جيشي الجنوب والشمال من المنطقة ونشر قوات حفظ سلام إثيوبية خلال أسبوعين على أن يستمر الوضع على ذلك الحال حتى التوصل إلى حل نهائي لمنطقة أبيه اشتركوا في القناة